نروح لملف التعليم وكمان التنسيق تنسيق دلوقتي من أهم الملفات اللي بتشغل البيوت كلها والأسر اللي عندها طلبة لسه مخلصين ثانوية عامة بيفكروا بيدوروا إزاي هيقدموا فيه كليات مختلفة معاهد مختلفة مرحلة التنسيق اللي هم تابعين ديها وفقاً للمجموعة طبعاً فموقع التنسيق الإلكتروني النهاردة الأحد بيغلق باب التسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني ضمن أعمال المرحلة التانية للتنسيق للتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد التابعة للوزارة وقرر دكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه كان قرر إنه مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوم إضافي بحيث تنتهي المرحلة التانية الساعة 7 النهاردة من مساء يوم الأحد الموافق 20 أغسطس وده حرصا على مستقبل الطلاب اللي ما أموش بالتقديم ولا بالتنسيق الإلكتروني لحد دلوقتي وكان الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قال إنه السبت أعلن عن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة التانية القبول بالجامعات واللي وصل لحد مبارح السبت لـ 315 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعة الجديد 2023-2024 الموقع نفسه أولينك الموقع هنكتبه أو مكتوب قدام حضراتكم على الشاشة دخلوا عليه مرحلة التانية للتنسيق وده الموقع قدام حضراتكم المرحلة التانية للتنسيق آخر يوم ليها النهاردة هيتقف الباب التقديم في التنسيق وكتابة الرغبات النهاردة الساعة 7 بالليل كل الطلبة والطالبات اللي لسه ما كتبوش رغباتهم في المرحلة التانية من التنسيق يلحقوا ويدخلوا على الموقع الإلكتروني اللي قدام حضراتكم على الشاشة لأنه آخر معاد ليه النهاردة الساعة 7 بالليل